تهويد القدس مشروع استطاني على وشك الانتهاء في خضم حرب تنتهجها حكومة الاحتلال في العاصمة المحتلة تعمل على تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا واستبدالهم بغرباء يهود أو تطهير مكانية بحق مقدساتنا تحطيم معظم أقفال الغرف والخزائن المغلقة في المجد الأقصى المبارك والعبث بمحتوياتها وفتح أجهزة الحاسوب الموجودة فيها ومحاولة الدخول إلى أنظمتها والعمل على زرع براغ حديدية يعتقد أنها أجهزة رصد وتصوير في أجزاء متعددة من قبة الصخرة هذا أهم ما خلصت له تقارير لجان أوقاف القدس المتخصصة التي تم تكليفها بفحص اعتداءات الاحتلال على الأقصى خلال فترة إغلاقه في تموز الماضي على مستوى المصليات كان زرع قاميرات كان على مستوى التخريب وتكسير الأقفال كان هناك محاولات لخلق نوع جديد من التقنيات الإسرائيلية الخطيرة التي ما زلنا حتى الآن نشك في فعلها لماذا يقومون بتكسير جزء من صخرة بيت المقدس لماذا يفعلون أفعال في موضوع الآبار والنزول إلى الآبار نعتقد كل ما جرى يدل الدلالة واضحة على خطة الاحتلال لمحاولة التحضير لمشروع قادم مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أكدت أن هذه كانت أبرز الاعتداءات التي توصلت لها اللجان وأنه من الممكن العثور على اعتداءات أخرى مخفية وغير ظاهرة للعيان نظرا لمساحة المسجد الأقصى الكبيرة وفي إطار سياساتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة تحاول سلطات الاحتلال ترحيل التجمعات البدوية المحيطة بالعاصمة المحتلة كالخان الأحمر وأبو النوار وجبل البابا في بلدة العزرية لتهجير المواطنين منها إضافة إلى هدم ست بنايات سكنية في بلدة كفر عقب ناهيك عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي باستلاء جمعية العاد الاستطانية على عشرة دنومات في بلدة سلوان بحجة أنها أراض توراتية هم يريدون ليس فقط أن يفصل الضفة ويجزئوها إلى مناطق معزولة عن بعضها بعضا أو أن يمنعوا وجود أو إنشاء كيان فلسطيني ليس هذا فقط وإنما هم يريدون تفريغ المنطقة من سكانها وإجبارهم على الرحيل هم يريدون الأرض بدوننا وهذا هو لب الصراع من القدس المحتلة دان أبو شمسية تلفزيون فلسطين